السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء أتمنى تكونوا جميعا بخير هذا الفيديو حبيت أسجله ردا على أحد الفيديوهات اللي شفتها مؤخرا على اليوتيوب وفي الحقيقة ما كنتش حبيب أعلق على هذا الفيديو اللي شفته ولكن اليوتيوب اقترح علي كذا فيديو لنفس الشخص بيدوره في نفس الموضوع فقلت ممكن أسجل فيديو تعليقا على هذا الكلام وبتمنى يا أصدقاء إنكم تتحملوني وتشوفوا الحلقة للآخر عشان الفكرة توصل بشكل كويس الفيديو اللي هعلق عليه اسمه الاحتلال العثماني منشور على قناة اسمها أعدة تاريخ وفي بداية الفيديو في شخصين قاعدين في وش بعض واحد بيسأل الأسئلة والتاني بيرد عليه وفي بداية الفيديو بيذكر وليد فكري اللي هو صاحب القناة ومقدم هذه الحلقات بيذكر إنه هيحرك المياه الراكدة وهيفجئنا بمعلومات وقصص جديدة وبيبتدي الحلقة بسؤال هل الحكم العثماني لمصر ده فتح ولا احتلال لكن قبل ما يجاوب على السؤال بيشتكي إن الناس ما بيحكموش المعيار العلمي الموضوعي في قراءة التاريخ فالشخص التاني بيسأله إيه هو المعيار العلمي الموضوعي في حالتنا دي المعيار الموضوعي إيه؟ من وجهة نظري فيه ثلاث أسئلة المفروض إنه نسألهم قبل ما نقيم الحدث ده إذا كان فتح ولا كان احتلال مش عارف إزاي بيقول معيار علمي موضوعي وأول جملة قالها أنا من وجهة نظري هل وجهة نظرك هي المعيار الموضوعي؟ المهم اجتهد الراجل وعرف معنى الفتح والاحتلال بطريقة غاية في الغرابة فذكر ثلاث أسئلة عشان نفرق بين الاحتلال والفتح ولما جيه يدلل على إن الحكم العثماني لمصر ده كان احتلال فعمل الأول تشبيه أو مقارنة عجيبة جدا فنسمع بيقول إيه حكم البريطانيين للهند لو سألت أي بريطاني معتز بتاريخ الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هيقولك إنه كان فتح عظيم وحدث جليل حققته الملكة فيكتوريا للإمبراطورية البريطانية بس هات لهندي واحد بيحترم تاريخه وبيحترم وطنه هيستخدم مصطلح زي الفتح البريطاني للهند أو ده نفس الكلام يعني كلام مخالف للمنطق في معالجة ودراسة التاريخ مفترض لو أنت شخص موضوعي وبتهتم بالمعايير زي ما بتقول ما تعملش أصلا مقارنة زي دي لأن البريطانيين والهند ما فيش أي حاجة مشتركة بينهم لا دين ولا عداد بعكس المصريين والعثمانيين في بينهم مشتركات كتير جدا أهمها الدين والتاريخ ما سجلش عدوات بين المصريين والعثمانيين قبل ما العثمانيين يدخلوا مصر والناس في تلك الفترة ما كانتش بتفكر بنفس التفكير اللي موجود في هذا الفيديو كان الدين هو الهوية والمعيار الأساسي في العلاقات والحكم هي دي طبيعة الدول الإسلامية في هذا العصر كانت قائمة بالأساس على الهوية الدينية الانتماء الديني كان بيغلب على الانتماء للجغرافيا أو الانتماء الوطني بمسماه الحالي مفهوم الوطنية والقومية في زمننا ما كانتش موجودة في زمن المماليك والعثمانيين المماليك مسلمين سنة والعثمانيين مسلمين سنة ودول مش مصريين ودول مش مصريين وبالتالي اللي يخلي المجتمع المصري ينظر للمماليك على أنهم من أهل البلد مش محتلين وينظر للعثمانيين على أنهم محتلين كلام خفيف جدا مفتقد لأبسط البديهيات المنطقية ولو مشينا على هذا المنطلق فكل الدول الإسلامية اللي حكمت مصر كلها احتلال ولذلك مثلا ابن خالدون وهو مش مصري ولكنه لما جي مصر مسك أعلى المناصب الدينية والقضائية والسياسية في البلد وكان أهل مصري بيستفتو في الأمور الدينية واشتغل في القضاء بمصر وكان سفير الدولة المملكية في الخارج وهو أصلا مش مصري وإنما كان معيار المواطنة في ذلك الزمان هو الدين ضروري يا جماعة لما نحكم على أي فكرة نروح للزمن بتاعها ونشوف حكم الناس عليها عشان بعد كده لما نتكلم في التاريخ نضع الكلام في ظروفه وإطاره التاريخي لازم نعرف سمات وخصائص الزمن اللي بنتكلم عليه بدل شغل الخط العشواء اللي بنشوفه ونعمل زي صاحب هذا الفيديو نحكم معايير عصرنا ومنطق الدولة الحديثة على حقبة تاريخية وعصر تاني ما كانش بيحكم بنفس معاييرنا وبالمناسبة كلمة احتلال لم يقولها المصريين إلا عندما قاتل أوروبي بجيشه للسيطرة على البلد وبعد كده ابتدى يدلل أكتر على فكرة الاحتلال العثماني وذكر أن أهل مصر قومه العثمانيين ومرحبوش بيهم العثمانيين لما دخلوا مصر المصريين مرحبوش خالص بيهم إزاي بقى؟ 1517 وصلت الأخبار للمصريين إن إسليم الأول هزم جيش الممليك في مرج دابق وإنه خلاص داخل على مصر وارتكب مدبحة في أهل غزة علشان خاطر بيستعدوا أن يدخل على مصر ويبلعها فورا المصريين هجموا على الأمراء في بيوتهم خدوهم القلعة يبايعوا تمام باي واستطفوا حواليا عشان يقاوموا الناس اللي داخلين دون الحقيقة أن ده كلام زائف وعاري عن الصحة تماما اللي قوم العثمانيين هم الممليك وده شيء طبيعي ومفهوم أما أهل مصر فكتير منهم أرسلوا رسائل استغاثة للعثمانيين وكانوا منتظرين دخول العثمانيين للبلد بعد ما زهقوا من ظلم وفوضى الممليك وراحت الوفود للسلطان سليم الأول وقدموا ولاءهم بل حتى قبل ما الممليك ينهزموا في مرج دابق امتنع أهل مصر عن دفع الضرائب للممليك وقدموا المساعدة للعثمانيين للقض على الممليك وبعض المصريين في سيناء شاركوا في معارك الجيش العثماني ضد الممليك وهذا الكلام مش بقوله عشان أنا بحب العثمانيين وبقره الممليك إطلاقا ده كان الواقع هي دي كانت نظرة وسلوك الناس سواء عجبتني أو ما عجبتنيش وزي ما بيقول أغلب المؤرخين الممليك وصلوا في نهاية حكمهم للضعف والفساد وما كانوش مؤهلين لقيادة المنطقة والمصريين كرهوا الممليك في الفترة الأخيرة بسبب أن الممليك كانوا نازلين في المصريين ظلم وقسمين ظهر الناس بالإتوايات والضرائب وشغالين في التجارة ومحتكرين عدد من السلع بغير غش العملة وابتزاز الناس في الأسواق وبالتالي نتيجة الظلم والمعناة اللي عاشها المصريين في الأيام الأخيرة من دولة الممليك كانوا بيميلوا إلى العثمانيين ابن إياس المؤرخ المعاصر للأحداث واللي بيستشهد بيه وليد فكري بيقول أن المصريين كانوا بيدعوا على الممليك للنهار بسبب ظلمهم وبيقول ابن إياس أزعج ضم سليم الأول إمارة ذي القدر قنصو الغوري فاعتبر تصرفه هذا بمثابة إعلان للحرب وقرر أن يستعيد هيبته في المنطقة فنادى بالتعبئة العامة لكنه قوبل بعرقلة الناس في مصر لتدبير التعبئة هذه وبميل الناس إلى العثمانيين حتى إن صناع الأسلحة أقفلوا دور صناعتهم وتعالت في الشوارع التهديدات والشتائم الموجهة ضد السلطان المملوط رغم إن هذا المؤرخ محسوب على الممليك وانتقد العثمانيين بشكل لازع لكنه اعتبر أن انتصار العثمانيين على الممليك أمر طبيعي فبيقول لا السلطان ولا نوابه أظهروا إنصافا أو عدلا في رعاية شؤون المسلمين فنالوا جزاء أفعالهم ونواياهم والله العلي وهب سلطانهم لبني عثمان لكي يحصل ما حصل ومن قرأ لابن إياس أو الصيوتي في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة هيعرف الممليك كانوا بيعملوا إيه في المصريين خصوصا في أواخر عهدهم حقيقة ظلم الممليك كان أشد قسوة من العثمانيين الخلاصة للمصريين في تلك الحقبة لم ينظروا للعثمانيين على إنهم غرباء محتلين لمصر وإنما اعتبروهم استمرار طبيعي للدول الإسلامية الحاكمة في المشرق العربي أجدادنا اللي عاشوا في الفترة دي كانوا بيحكموا على الدول والحدود السياسية بشكل مختلف تماما عن حكمنا اليوم وبالتالي لازم ننتبه من إسقاط معايير عصر على عصر آخر وكانت برضو نظرة المجتمع المصري للعثمانيين إن دول جماعة بيدفعوا عن الإسلام خصوصا وإن المعارك اللي خضها العثمانيين في أوروبا وحدث فتح القسطنطينية اللي احتفل بيه المجتمع المصري رفع من قدر وقيمة العثمانيين بشكل كبير جدا وفكرة إن العثمانيين حاولوا إنهم يراعوا الشعائر الإسلامية كل ده بالتأكيد إنعكس على تأكيد القيم والمبادئ الدينية في نفوس المصريين وارتكب مدمحة أهل غزة علشان خاطر بيستعدوا أن يدخل على مصر ويبلعها أما موضوع مصباحة غزة اللي اتكلم عنها مبدئيا كل بلاد الشام بلا استثناء دخلها العثمانيين بدون حرب مع السكان كل هذه البلاد الشامية بلا استثناء رحبت بالعثمانيين دخل العثمانيين مدينة مدينة دون أي مقاومة من الأهالي وليت فكري بيعتمد على أسلوب الهجوم وخلاص من غير ما يوضح المسبحة دي ارتكبت ليه وارتكبت ضد مين زي بالظبط إنه بدأ يتكلم عن الاحتلال العثماني من بداية دخول سليم الأول مصر لكنه ما ذكرش أسباب الصراع بين الممليك والعثمانيين وإلي وصلهم إنهم يحربوا بعض بالظبط زي ما وسائل الإعلام الغربية قدمت يوم 7 أكتوبر 2023 كنقطة انطلاق لكل النقاشات ورفضت العودة بالزمن لسنوات قليلة ولما العثمانيين هزموا تومان باي ودخلوا القاهرة المصريين قوموهم ودهرت حرب شبارع شالسة جدا اضطر العثمانيين إنهم يقمعوهم بمنتهى الصرامة والقوة والوحشية لدرجة أن بعض المؤرخين بيقول إن المصريين فقدوا فيها حوالي 10 تلاف شهيد تقريبا ووقتها انتشرت الجملة اللي هي المشهورة بتاعتنا يا رب يا متجلي أهلك العثماني أولا دعاء أو ما قولت يا رب ما تجلي أهلك العثماني دي ما تقالتش خالص عند دخول العثمانيين مصر دي تقالت مطلع القرن التسعتاشر في عهد خرشة باشا لما استدعى جنود مرتزقة لنهب البلد والعشر تلاف قتيل اللي ذكرهم ده رقم أشر لي ابن إياس ولكن القتل هنا كانوا بالأساس من الجيش العثماني والجيش المملوكي وبعض العربان والمساجين اللي كانوا بيحربوا مع الممليك لما العثمانيين دخلوا القاهرة عاشت البلد حرب بشوارع شرسة لثلاثة أيام بين الممليك والعثمانيين بسبب أن طمان باي والممليك اللي معاه ما استسلموش وفضلوا يقوموا العثمانيين والحرب بين العثمانيين ومن تبقى من الممليك اللي كانوا مع طمان باي ما كانتش بيتم زي المعارك السابقة في صحراء أو مكان بعيد عن السكان بل كانت بتحصل في المناطق السكنية في شوارع القاهرة وده إطلاقا مش مبرر لقتل الناس اللي اتخذوا في الرجلين أو تبرئة العثمانيين إنما بوصف الحدث الموضوع ما كانش زي ما وليد فكر بيقول إن العثمانيين دخلوا مصر فرحوا يدبحوا في الناس بشكل متعمن وده أيضا لا ينفي إن وقعت أعمال نهب وسرقة في وسط هذه الفوضى لكن ما أن استقر الحكم عفى السلطان سليم عن الممليك ورجع للناس حقها وأطل عدد من الضريب اللي الممليك كانوا فرضينها وابن إياس بيذكر إن السلطان سليم قطع رقبة جندي عثماني وعلقها على رمح بسبب إنه تعرض لمصريين الوضع في مصر في عهد سليم الأول ما كانش كويس وده طبيعي لأن البلد بيمر بمرحلة انتقالية في الحكم بس لو كملنا شوية وشفنا مصر في عهد السلطاني اللي جي بعد سليم اللي هو سليمان القانوني الوضع اتغير كتير جدا للأفضل لكن صاحب هذا الفيديو مش عايز يكمل لبعد كده وبس بياخد مشهد معين وبيسقطوا على كل الأعوام التالية أما بصوا على العثمانيين أنا لاقي إن مصر بالنسبة لهم ما كانتش أكتر من بقرة حلوب بس دخلوا مصر كل همهم إنه هم يستولوا على السروات فيه ضرائب بتتبعت للأستانة للسلطاني ناكف الباب العالي وفيه مواقع استراتيجية بهم محتلنة على أساس أن يحركوا منها جيوش وفيه مواني زي مثلا انضميات واسكندرية والسويس دي مواقع مهمة ليهم يعني المفروض يسيبوا المواقع الاستراتيجية والمهمة عشان الدول الأوروبية تحتل البلد طب ما طبيعي أي دولة لازم تدافع عن الأرض اللي بتحكمها هتدافع إزاي عن الأرض من غير ما تتمركز في المواقع الاستراتيجية والمهمة وبرضو نفس القراءات النمطية اللي بتعتبر دخول العرب المسلمين لمصر إنه غزوا وإن العرب تعاملوا مع مصر كبقرة حلوب للجزية والضرائب وغيرها بالمناسبة كان ممكن الوالي في مصر يبعت للإدارة المركزية في اسطنبول إنه محتاج بعض المستلزمات والإمدادات والإدارة المركزية تبعت الحاجة من إسطنبول للقاهرة عادي وبرضو كانت الإدارة المركزية في اسطنبول بتبعت مخصصات مالية سنوية لمصر بالنسبة للتعليم مفيش تعليم يعني لو وجينا بصينا مثلا على الحالة العلمية نلاقي إن السائد وشائع هو الجهل هذا الكلام راجع بالدرجة الأولى للجهل بطبيعة ودور الدولة العثمانية لاحظ إن صاحب الفيديو بيحاكم الدولة العثمانية بمعاييرنا اليوم موضوع التعليم اللي كان بيتولى أمره بالدرجة الأولى هو المجتمع المؤسسات التعليمية المصرية كانت خاضعة بشكل أساسي للمجتمع الدولة العثمانية ممكن تتدخل بالدعم لكن ما كانتش وظفتها إنها تباشر بنفسها التعليم الدولة العثمانية ما كانتش بتشرف على كل شيء في حياة الناس أو بتتدخل في تفاصيل شيئين المجتمع الدولة العثمانية اقتصرت وظفتها على ثلاث حاجات حفظ الأمن والدفاع عن البلاد اللي بتحكمها جمع الدرائب والفصل في المنازعات مع تأكيد القيم أو مراعاة الشريعة الإسلامية وكويس لو العثمانيين منوا عليهم بوالي من أهل الخير يفتح له كتاب ولا يفتح له كده مدرسة والحقب جامع يعني حتى أعمال الخير اللي العثمانيين عملوها في مصر بيقلل منها والحقيقة إن العثمانيين لهم فضائل وإنجازات في مجال التعليم في أرض مصر لازالت أثرها شهد حتى اليوم على ما قدموه واللي يكشف هذا الأمر الحقائق على أرض الواقع وليس الادعاء كثير من العثمانيين كانوا مصلحين ومغرمين بأعمال الخير والتعليم ونظروا للعلم وأهل العلم نظر التقدير ولا أدل على ذلك من آلاف الوثائق الوقفية والمؤرخ الجبرتي لما تكلم عن أحد أهم المصلحين العثمانيين عبد الرحمن كاتخدة واللي لما مات في العام 1776 صار في جنسته العلماء وجم غفير من الشعب المصري وصلوا على جثمانه ودفنوا في الأزر وبيقول الجبرتي وهو بيعدد إنجازات عبد الرحمن كاتخدة في مجال التعليم فبيقول البعض بيتوهم أن العهد العثماني المصر كان كله تدهور وتخلف وضاعف في الجانب العلمي وأن الدولة العثمانية قللت من مكانة التعليم والاتهمات لا تقف عند هذا الحد كما بيقول صاحب هذا الفيديو أن الدولة العثمانية لغت منصد قاضي قضاة الملكية والشافعية والحنابلة بهدف القضاء على المدارس الفقهية المخالفة لمذهب الدولة الرسمي من الأول لما دخل مصر كان فيه عندنا أربع قضاة قاضي ملكي قاضي شافعي قاضي حنبلي قاضي حنفي دول قاضي قضاة كل واحد في يوم ده دخل لغى كل الكلام ده ولغى القضاء المصريين خالص وحتى مكانهم قاضي توركي وده جهل وعبثية لأن ده كان بهدف التنظيم وليس إلغاء وإعلاء مذهب على مذهب القضاء داخل المحاكم العثمانية كانوا بيستخدموا فقه المذهب الأربعة وليس المذهب الحنفي فقط صحيح أن المذهب الحنفي تزايدت أهميته خلال العهد العثماني لكنه لم يضغى أبدا على المذهب الأخرى وفي حلقة كامنا تكلمنا فيها عن هذا الموضوع هسيب اللينك تحت في الواصل صحيا الطعون أصبح زائر موسمي لقاهرة كل سنة لازم يجي معروفة الطعون كان بيكتاح العالم وليس مصري فقط السائد وشائع هو الجهل وبراع مجموعة من الخرافات الناس بيتدولوها وبيعيشوا بيها الشعب المصري اللي بيوصفه بالخرافات والجهل هو اللي قاوم الحملة الفرنسية وانتصر عليها بينما الشعب المصري اللي بيوصفه في فيديوهات تانية بالتقدم والعلم والنهضة في عهد محمد علي انهزم أمام البريطانيين بص على قاهرة الفاطميين الايوبيين الممليك شوف المنشآت شوف العظمة شوف المدينة اللي هي كنت تعتبر من العواصم العالمية وقارنها بقاهرة العثمانيين زي ما صاحب الفيديو بيقول ان الفاطميين بنوا القاهرة الفاطمية وان الممليك والايوبيين بنوا وبالتالي دول ناس كويسين احنا معاهم لكن العثمانيين ناس وحشين مهتموش بالعمران والبناء ورغم ان هذا الكلام مشروعية هذه الدولة ولكن برضو ارجع واقول تاني ان هذا الكلام ناشئ من الجهل بطبيعة الدولة العثمانية ونظرتها للمجتمع والعمران باختصار شديد جدا العثمانيين لما حكموا مصر كانت سياستهم بتتمثل في تعمير المدن القريبة من القاهرة التاريخية ومن مركز الحكم وملء الفراغات بين مدن واحياء القاهرة مع اصلاح المرافق العامة للمدينة والتجديد والاعمار للمنشآت الموجودة يعني مش عشان القاهرة اتزحمت فيروحوا في مكان تاني بعيد ويعملوا عاصمة او مركز جديد الحكم دي ما كانتش سياسة العثمانيين كانوا بيشوفوا الفراغات اللي موجودة بين احياء القاهرة ويبدأوا يعمروا وبالفعل توسعت القاهرة في العهد العثماني بشكل كبير جدا والاهم ان النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري فضل متماسك للغاية ومتصل بعضه ببعض لحد ما هيجي محمد علي وولاده وهيدمروا نسيج المجتمع المصري وليس ادل على النشاط العمراني العثماني من ذكر عدد المنشآت اللي بناها العثمانيين ففي القاهرة فقط بنى العثمانيين 220 منشآة بتؤدي ادوار اساسية في حياة المجتمع ما بين مساجد وتكاية ووكلات واسبلة ومدارس وغيرها وال222 منشآة دي تم تسجيلها رسميا وبالمناسبة المماليك بنوا 229 منشآة يعني رقم قريب من العثمانيين ده بجانب ان العثمانيين اعتنوا ورمموا كتير من المنشآت اللي اتبنت في عهد الدول السابقة وما فيش حاجة اسمها سياسة العزلة اللي فرضها العثمانين على القاهرة لمدة 3 قرون القاهرة كانت مدينة متقدمة في العهد العثماني يعني حتى لما بنطلع على كتابات الرحالة اللي زاروا مصر وبنشوف صور البرتفوليو بنشوف صور مختلفة تماما عن اللي بيتم تصوير بنشوف القاهرة مدينة حية نابضة بالحياة والجمال بنشوف القاهرة مركز ثقافي واقتصادي احد اهم مراكز التجارة العالمية عدد الحرافيين والتجار في القاهرة حتى نهاية القرن الثمنتاشر وصل الى مية وخمسين الف حقيقي التعرف على القاهرة عهد العثماني بيضحض عجمات انكار الوجود القوي للمجتمع المصري والاساطير اللي بتروج ان القاهرة كانت خرابة والعثمانيين دمروا كل حاجة فيها قاهرة العثمانيين اللي ممتشر فيها الجهل والخرافات والاعدام الامن وكل المصايب اللي قلناها دي لاحظ ان هذا الكلام هو نفس كلام المحتل الأوروبي اللي حاول يقنعنا ان بلدنا كانت متخلفة بتعيش في ظلام وانه جاه نور عقلي بص كده على اهل الاقليم ده هل كانت ليهم فرصة للترقي وانه هم يشاركوا في ادارة الحكم في الدولة الام اللي بتلعيتهم ولا كانوا مجرد يعني زي ما قلنا بقر حلوب بيدفع الضرائب وخلاص كان ايه وضع المصريين فده ايام العثمانيين بيدفعوا خلاص مس كده يبدو انه من الصعب على صاحب الفيديو اعتمد بالاساس على اللامركزية وحاولت الدولة العثمانية حاولت انها تعمل توازن ما بين العناصر المجتمعية وبين النخبة الحكم الحكم العثماني ما اعتمدش في تركبته على اساس العرق او الجنس معظم الموظفين الاداريين كانوا من ابناء البلد ومعظم الوظائف الدينية كانت ايضا في ايد السكان المحليين واللي كان بيحكم مصر مع العثمانيين هم الممليك وبالمناسبة ده عكس الدولة المملكية اللي كانت بالاساس طبقة اوليجاركية بامتياز الممليك قبل سقود دولتهم سيطروا على جميع الوظائف العسكرية في الدولة المصريين مسكوا بس المناصب الدينية والقضائية وقت الممليك اما في عهد العثمانيين ففي مصريين وصلوا لمنصب قاضي القضاء او قاضي عسكر بالتركي بل وصل المصري الى منصب الصدر الاعظم وهو المنصب الثاني في الدولة العثمانية وكان المصريين عادي بيوصلوا لمؤسسة القضاء في اسطنبول ومنهم منزع صيطه في اسطنبول وفي ارجاء الدولة العثمانية وكتير جدا من المؤرخين بيسموا العهد العثماني بعصر الجماعات نتيجة هامش الحرية اللي تمتع بها المجتمع فكل فئة من المجتمع من حقها انها تحافظ على اوضاعها وعادتها في حرية ومن غير تدخل الدولة بل ويكون لها رئيس منتخب يمثلها ويدافع عن حقها قدام السلطة لدرجة ان كل حرفة كان لها زعيم بيمثلها كانش فيه اي فرصة للمصريين ان هما يديروا او يترقوا او يعملوا حاجة غالبية طائف المجتمع المصري اندمجت في بنيان الدولة العثمانية لو جينا بصينا على اهم مؤسسة دينية ومجتمعية في مصر في العهد العثماني واللي هي الازهر هنلاقي ان هذه المؤسسة كانت جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة للبلاد وبالمناسبة جميع من تولوا منصد مشاخة الازهر في العهد العثماني كانوا من اصل مصري والعديد منهم بينحدر من الريف وفي حلقة كاملة على القناة اتكلمنا فيها بالتفصيل عن الازهر في العهد العثماني مهم جدا تتفرجوا عليها هسيب اللينك تحت في الوصف ورغم ان الحكم العثماني كان ولا شك في اخطاء ومن المهم ان نذكر هذه الاخطاء لكن من المثير للاعجاب ان الادارة العثمانية ما حاولتش انها تكسر شوكة المجتمع المصري وما منعدش نقبة المجتمع من ممارسة السياسة او قيادة الشيوخ للثوار والمظلومين من اجل الدفاع عن حقوقهم والضغط على السلطة العثمانية في اوقات انحرفة فضل المجتمع قوي وعشان كده قدر الناس يقوموا المحتل الفرنسي بالرغم من ضعف تسلحهم وامكاناتهم المادية ولو كان المصريين بيكرهوا العثمانيين زي ما بيقول وليد فكري اللي يخليهم بعد ما يقوموا الحملة الفرنسية يرغبوا في العودة للدولة العثمانية يا رجل ده المؤرخ الجبرتي اللي انت استشهدت به بيذكر علاقة المصريين الطيبة بالحملة العثمانية العسكرية وبيقول ان المصريين كانوا بيخرجوا للاحتفال بكل انتصار للدولة العثمانية للنسبة للعثمانيين كان المصري ده مجرد فلاح خرسز نارسز رجل كده كل مهمته يدفع ضرائب ويستحمل الزل ويستحمل انعدام الخدمات اللي موجود ويوم الجمعة يدعي المولانا السلطان ومن ان المصريين ما كانش ليهم اي رأي وهم للأسف اللي عينوا محمد علي رغم انف الدولة العثمانية مع العلم ان كتير من مثقفي مصر زي مصطفى كامل واحمد شوقي كانوا بينادوا بعودة مصر للمظلة العثمانية لا شك ان كانت فيه مشاعر متعطفة مع العثمانيين والتاريخ بيشهد بكتب المؤرخين المصريين في تمجيد الدولة العثمانية كتير جدا من نخبة اهل مصر وعلماءها ألفوا كتب عن دور العثمانيين في خدمة الاسلام سواء عجبتنا او ما عجبتناش بس هو ده الواقع فالسلطة العثمانية كانت موضع قبول ورضى من شريحة واسعة من الشعب المصري لكل تأكيد كان فيه انتهاكات وفساد وظلم في الدولة العثمانية لكن ما كانتش الصورة سودوية على طول ولو كان الحكم العثماني بهذا الشكل اللي صوروا به وليد فكري ما كانش هيستمر العثمانيين في الحكم لعدة قرونة ولو كان العثمانيين سفحين زي ما صورهم وليد فكري في كل حلقاته عن العثمانيين ازاي ما اختفاش المماليك وفضله لحد عهد محمد علي لا وفضله يحكموا البلد انت متخيل في دولة تحارب دولة وتهزمها في كل المعارك وبعدين تخلي المهزومين يشاركوها في الحكم يعني لمفكرش العثمانيين انهم يقضوا على المماليك طوال كل هذه السنين وبعدين جه الرجل الانساني وفي خلال ساعات قضع على المماليك في المسبحة المشهول للأسف ناس كتير بيبصوا لمحمد علي باشا باعتباره مجرد والي أجنبي وان اللي كان بيعمله في مصر هو مجرد طموح شخصي مش عمل وطني لصالح مصر مبدئيا كده تكاية أجنبي دي مش دقيقة قوي لأن طبيعة مصر كمجتمع انها بتتقبل وبتستوعب أي وافد عليها طالما انه قرر يبقى جزء من كيانها وتاريخها العريق تناقض عجيب جدا فهو من جهة بيؤيد المماليك وبيتباكى على اللي حصل لهم في 1517 ومن جهة تانية بيؤيد محمد علي اللي دبح المماليك لأ وبيعتبروا مؤسس الهوية المصرية ورجل مش أجنبي وطبيعة مصر انها بتستوعب الآخر تستوعب المماليك محمد علي لكن مش بتستوعب العثمانيين صراحة كلام خفيف مدعو للسخرية وهذا التناقض أنا باعتبره نراجع لأسباب أيديولوجية وسياسية محمد علي باشر مؤسس مصر الحديثة اللي هتم ببولا الإنسان بالضبط زي ما هتم ببولا البلد محمد علي اللي بيعتبر انه هتم ببناء الإنسان ده حرفيا مارس الإرهاب على المجتمع وارتكب مجازر ومذابح بحق المصريين ويكفي انه قتل من المصريين في خلال عشرين سنة أضعاف ما قتل العثمانيين خلال ثلاث قرون احنا في عاد التاريخ كل مرة بنكلم عن موضوع لازم نقول المصادر بتاعته أول حاجة دخول العثمانيين مصر الكتاب اللي كتبوا المؤرخ ابن عياس الحنفي في كتاب بداية الظهور في وقاع الظهور الحقيقة ان موضوع المراجع المعتمدة للاحتلال العثماني ده كان أهم جزء بالنسبة لي أنا كنت مستنيه في الفيديو غالبية الناس بترتاح وبتشعر بمصداقية المتحدث بعد سماع كلمة المصادر رغم ان الغالبية مش بتطلع أصلا على المصادر لكن الفكرة نفسها بتدي إحساس بيه المصداقية ودي مشكلة ان الناس ممكن تصدق اي شخص يطلع ويتكلم بمجرد انه يذكر لنا كلمة المصادر لان في الغالب محدش هيهتم قوي بالمصادر المهم اول كتاب ذكره ده كتاب مهم فعلا والبعض مش بيعتبروا مصدر محايد ورغم ان ابن اياس عز عليه ان تسقط دولة المماليك امام عينه ولكن ابن اياس مش نصاب لم يمنعه كره للعثمانيين من ذكر ظلم المماليك حتى انه اعتبر ان السقوط المماليك كان بسبب ظلم المماليك انفسهم وشكر في سياسة سليمان القانوني ولم يعتبر العثمانيين محتلين مع العلم ان ابن اياس اتوفى عام 1523 يعني توفى بعد ست سنوات من دخول العثمانيين مصر وفي صندوق الوصف هسيب لينك لمقالة غاية غاية في الروعة عن ابن اياس ضروري جدا يا جماعة تقرأوا واللي كتبه دكتور هاني حمزة في كتاب مصر المماليكية في الجزء التاني من الكتاب الكتاب التاني اللي ذكره انا قرأته في الحقيقة والكتاب مالوش اي علاقة بالاحتلال العثماني اللي بيتكلم عنه الكتاب بالاساس بيتكلم عن دولة المماليك وفي اخر 18 صفحة من الكتاب بيتكلم المؤلف عن المقاومة المصرية للاحتلال العثماني وكأن اخواننا المماليك كانوا بيصحوا من النوم بيقولوا تحيا مصر المهم الكتاب حوالي 550 صفحة يعني انت بترشح لي كتاب عشان خاطر اقرأ اخر 18 صفحة من الكتاب يعني ماشي مفيش مشكلة الفكرة بقى ان مؤلف الكتاب الدكتور هاني حمزة معتمد في 18 صفحة اللي كتابهم عن المقاومة المصرية للاحتلال العثماني معتمد على كتاب ابن اياس يعني انت رشحت لي كتاب ابن اياس وكتاب تاني هقرأ منه 18 صفحة وال18 صفحة دول اصلا موجودين في الكتاب الاول اللي انت رشحته ورغم ان هذا الكتاب شيء جدا لكن برضو نفس فكرة صاحب الفيديو بيصور المؤلف المماليك حكام مصريين وطنيين شربوا من نيلها ومتربيين في حواريها ودفوا عن بلادهم ضد المهتل العثماني وبالمناسبة كنا عاملين مراجعة لأحد كتب الدكتور هاني حمزة هسيب برضو اللينك تحت في الوصف لو حد حابب يتفرج عليه اضافة لكتاب تاريخ الجبرتي المعروف بس عجائب الاثار في التراجب والاخبار اما كتاب عجائب الاثار للجبرتي اللي عاش اواخر القرن 18 وبداية القرن 19 ودي كانت من اسوأ فترات الحكم العثماني في مصر فرغم انتقادات الجبرتي للعثمانيين الا انه في مواضع كتير جدا اتكلم عن محاسن العثمانيين بل انه شبه بداية حكم العثمانيين بعهد الخلفاء الرشدين وتكلم عن السلطان العثماني بصفته خليفة للمسلمين يعني حقيقة انصف العثمانيين وما قالش ان الحكم العثماني كان احتلال بل انه ليه كتاب بعنوان مظاهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس كتبوا واهداه للوزير العثماني يوسف ضي في كتاب دكتور محمود الشرقوي مصر في قرن الثامن عشر في كتابين دكتور محمد جميل بيهم واحد اسمه العرب والأتراك والتاني اسمه الحلقة المفقودة في تاريخ العرب في كتاب تعيوجين روجن العرب من الفتح العثماني حتى العصر الحديث وكتاب سقوط العثمانيين لنفس المؤلف كمان ممكن تقرأ كتاب حضارة العرب بتاع جستاف لوباو اللي كان بيتكلم فيه على الفرق الحضاري من قبل العثمانيين وبعد العثمانيين كل هذه الكتب اللي ذكرها ملهاش أي علاقة بفكرة الاحتلال العثماني اللي تكلم عنه حتى جستاف لوباو في كتابه حضارة العرب ما عملتش خالص أي مقارنة بين حضارة العرب والترك وأي حد يقدر يطلع بنفسه على كل هذه الكتب كلها متوفرة BDF على النظر يعني من الآخر كلام في الهوى بدون قيمة ولا مصدر تاريخي موثوق أو ذكر للمؤرخين اللي عاشوا الأحداث وكتبوا عنها ولا مراجع تاريخية ولا أي حاجة هو بيشوف أسوأ فترة حكم للدولة العثمانية وبينط على الحقب الزمنية ويختار مؤرخين على هواه ويقولك اقرأ لابن إياس اللي عاش ست سنوات بس من الحكم العثماني رغم أن ابن إياس مش زي ما قد وليد فكري نقل التاريخ لخانة الأيدولوجيا رغم أنه في بداية الحلقة أكد على أهمية قراءة التاريخ بحياد وموضوعية وعدم التعصب إلا أنه كان في غاية النمطية والتعميم والاستنتاجات المتسرعة صور التاريخ العثماني وكأنه كله استبداد وحكم على ثلاث قرون كاملة بحكم واحد يعني غياب تام للتفريق أو التمييز بين فترة وأخرى أو حتى الانتباه لاختلاف معطيات الأزمنة والأمكينة ومراعاة اختلاف الظروف والأشخاص كويس أنا جيت النهاردة عايزك في حكاية مهمة جدا يا ترى إيه؟ أثمانيين برضو المراضي مدبحة من أشهر وأبشع مدبحهم الناس دي ما عملتش حاجة عادي لأبدا يعني فيه فترات استقرار وازدهار وفيه فترات اضطراف في السياسة الحكم وتغييرات في الإدارة والاقتصاد وفيه فترات ضعف في الإدارة المركزية وفيه فترات في الإصلاح وبالتالي من العبثية اختزال ثلاث قرون حكمت فيها الدولة العثمانية مصر اختزالها في تسع دقائق كلها هجوم هي المشكلة كلها لما تمشي ورا مشاعرك وتغيب المعيال الموضوعي بس التاريخ مش مطلوب منه أنه يجامل حد بيتاخد زي ما هو عن الجماعة اللي بيقدموا التاريخ بصورة بيضة الفرق بس أنه سودها والأسوأ أنه قرأ التاريخ العثماني من منظور السياسة والوطنية المعاصرة لدرجة أنه بيتهم الناس اللي مختلفين حوالين رويته عن الاحتلال العثماني مصر بيتهمهم أنهم مش وطنيين وشايف أن لو الوطن بيتعرض حالياً لمحنا فالناس اللي مش مقتنعين أن الحكم العثماني احتلال شايف أنهم ما عندهمش ولاء للبلد يعني عشان أنا مش مقتنع أو عشان إحنا مش مقتنعين بأن هذا احتلال عثماني فيتم التشكيك في وطنية الناس لحد اتهمهم بالخيانة لا زي دول لو الوطن محطوط في محنة أو بيتعرض لخطر صدقني مش هتعرف تضمن أبداً ولأهم الحقيقي هيكون لمين يعني في الحقيقة هو مش بيسر التاريخ إنما بيشن هجوم وبيتلاعب بالتاريخ وبيحاول يوظفه في الإسقاط المباشر على الأحداث السياسية الحالية في المنطقة يعني ببساطة بينتزع التاريخ من سياقاته الزمنية واللغوية والشرعية والفقهية لدرجة إنه بيزعم إن لو كل مصري دلوقتي عمل تتبع لشجرة العيلة بتاعته هيلاقي إن العثمانيين قتل واحد في عيلته ساعات بتمنى لو إنه هو يرجع كده بالزمن يعمل تتبع كده لشجرة عيلته عشان يكتشف في الآخر إن حد من أسلافه سلب أو اتنهب أو اتقتل أو حتى اختصب من جنود سليم يطرق أن حيبقى شعوره إيه وخطورة هذا الأمر مش بس فيه التزييف والقراءة الانتقائية للتاريخ ودفن تواريخ محددة إنما زرع العداوة بين الشعوب وتحديدا بين الأتراك والمصريين للأسف منظور قاصر غارق في الأيدولوجيا والمغالطات المنطقية اللي هو نفسه ما طبقهاش في حلقاته الأخرى ويكفي إنه بيقدم التاريخ الإسلامي على ديكور وخلفية فرعونية وكنت شفت حلقة أخرى ليه بيتهم فيها العثمانيين إنهم زرعوا التعصد في العالم الإسلامي وأنهم ورسوا العالم الغربي الإسلاموفوبيا رغم أن سياسة الاعتدال والتسامح سادت بشكل كبير في تعامل العثمانيين مع الملل والمذاهب المختلفة وده أمر أقر به كتير حتى من الغربيين لكن العداوة مع الجماعة اللي بيسميهم العثمانيين الجدد يبدو إنها أثرت على النزاهة التاريخية النقطة الأخطر من كده إنهم يعني ورسوا بقى للعالم الغربي الإسلاموفوبيا إسلاموفوبيا مش بالضرورة تكون بسبب أفعال ناس مسلمين فيه جزء منها بسبب تعصب موجود عند الآخر ولكن فيه جزء كبير منها بيحمل مسؤوليته العثمانيين يعني هو مش بس بيزيل روايات من التاريخ وبيشوه الماضي إنما بيركز على إعادة خلق روايات جديدة زي ما حاول يتهم العثمانيين إنهم دواعش ربما يكون من المستحيل تقديم التاريخ العثماني بموضوعية لكن بالتأكيد فيه فرق بين التفسير والشذوذ وعيزا إليكم كلام جميل جدا لأحد المتخصصين في التاريخ العثماني لعله يخفف عنا قليلا من هذا الظلام الذي ابتلين به هذا النص الذي سأقرأه عليكم من كتاب تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني لأستاذنا الدكتور عادل منع فبيقول تغيب الكتابات الأيدولوجية قومية كانت أو إسلامية حقبة طويلة من تاريخ المنطقة العربية خلال ما يزيد على أربعة قرون وتختزلها إلى تعميمات نمطية بهذا تصبح هذه الكتابات مكملة لكتابات استشراقية فجة تدمغ التاريخ العربية والإسلامية بالتأخر والتدهور منذ أواخر العهد العباسي حتى قدوم الاستعمار الأوروبي الذي أدى إلى عصر من النهضة والتحديث وأيضا في نص تاني جميل جدا بيقول ظلت الرابطة الإسلامية عاملا موحدا بين أغلبية العرب المسلمين وبقية الشعوب الإسلامية طوال العهد العثماني وقد سهم في تعزيز هذه الرابطة السياسية العثمانية التي تركت هامشا كبيرا من الإدارة الذاتية والهوية الثقافية المتميزة لشعوب الإمبراطورية كافة فالعرب الذين حافظوا على اعتزازهم بلغتهم وأصولهم المشتركة لم يشعروا بتهديد لهويتهم في إطار الدولة العثمانية كما أن نظام الحكم حافظ على إمكانات مفتوحة نسبيا للحراك الاجتماعي فانخرط أبناء النخب العربية في الوظائف الحكومية المحلية وعلى مستوى الإمبراطورية وهكذا تعيش العرب والأتراك أجيالا متتالية تحت مظلة الدولة العثمانية من دون أن يشعروا بأن العرق أو اللغة بشكلان مصدرا يهدد الروابط المشتركة فيما بينهم فالشعور الذي ساد بين العربي هو أنهم شركاء في تلك الدولة مثل بقية المسلمين لا فرق بين عربي وتركي إلا بمدى ولائه للسلطان والنخبة الحاكمة في العاصمة العثمانية وقد صمدت هذه الرابطة أمام اختلافات العرق واللغة ما دامت الدولة قويا وتحافظ على حدود دار الإسلام أمام الأخطار الخارجية وتؤمن حاجات الأهالي الضرورية في حياتهم اليومية وحتى حين فشل السلاطين في تأمين ذلك في القرن التاسع عشر فإن العرب كانوا آخرة من طالب بالاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية عشية الحرب العالمية طبعا فيه فرق شاسع بين كلام حد متخصص في التاريخ زي أستاذنا عاد المناع وبين المماطيات اللي بقت ممتشرة اليومين دولة وعايز أقولك المتين قبل ما نختم الحلقة لازم يا أصدقاء نحترم تاريخنا بكل ما فيه ونحذر من أن نكون أبواقا للغزاة ونطعن في جزء من ذكرتنا ولازم أيضا نحترم هؤلاء الأبطال والمصلحين من العثمانيين اللي دفعوا عن إخوانهم ولا نبخص حقوقهم أو نمحوا طرسهم بهذه القسوة لحساب السياسة والأيدولوجيا وده أيضا لا يمنعنا من ذكر أخطائهم يعني أنا حقيقة لما شفت حلقات هذا الرجل عن العثمانيين شعرت باعتداء على جزء مهم من ذاكرتي وهويتي التاريخ مرتبط ارتباط كبير بالهوية وبالتالي لما يهدم صاحب هذا الفيديو وأمثاله فترات مهمة من تاريخنا هما في الحقيقة بيقضوا على شعرنا بالانتماء والارتباط بذكريات تاريخنا بيخلقوا حالة نزوح عاطفي وفكري عن تاريخنا ليه نبخص حق الناس ونعتدي على قيمهم بهذه الطريقة القاسية هناك الكثير من مشاهد التناغم والتلاحم بين أجدادنا المصريين وإخوانهم العثمانيين هناك الكثير من الأدلة الصادقة على أننا عشنا لحظات رائعة ووصلنا إلى لحظات ثانية ليه نمحو هذا الإحساس ونقطع هذه الروابط المتأصلة اللي ربطت هذه الشعوب بعضها ببعض والأهم من كده لنحرم الأجيال القادمة من إرث أجدادهم والإبداعات الرائعة لكل من سبقوهم فهذه الإبداعات هي الذاكرة ورموز تربط هذه الشعوب بعضها ببعض ما فيش حد بيحترم تاريخه بيعمل في كده وبدون الذاكرة والتاريخ وفهم الماضي لا يمكن أن يكون هناك مستقبل لأن اللي عمدهم روابط قوية وحية بماضيهم هم أفضل حالا لتصميم مستقبلهم وأنا كإنسان مصري مسلم باعتز جدا بالتاريخ العثماني ده جزء من ذاكرتي وتاريخي الغني وما عندش مشكلة أننا نتكلم عن المذابح والكوارث لكن التاريخ ما كانش كله مذابح وطريقة وليد فكري لا تعلمنا أي شيء على الإطلاق من تاريخنا دي لا طريقة مؤرخ ولا طريقة باحث أنا بعتذر جدا لو الفيديو طول أنا حاولت أن أقتصر على قد ما أقدر وشكرا جدا على المشاهدة وإلى لقاء قريبا في رعاية الله